مرج الحمام تصريف مياه أمطار نسبة الإنجاز في حوالي 35% يعني نتعدينا عملية الخدمات والآن حقيقة نحن ضغطين على المقاولة وإنه يشتغل بس كان فيه تعطل أكثر في المشروع لأنه فيه أنا كوابل الصحي كوابل وصرف صحي وأشجار أيضا حتى تصريف مياه أمطار أيضا إحنا عملنا الشبكة قبل ما نبدأ نحفر بالنفق بس سؤال معقول اليوم في 2019 و2020 نقول ركبنا ومددنا قبل ما نعمل الشارع وإكتشفنا أنا معك معقول معنا إش أزبلت ما عنا؟ أزبلت يعني وقحها للخدمات ما كانش معنا مخططات ما كان عنا مخططات؟ قاطع ما رجح ماما؟ آه فيه ظهر معنا خدمات ما كناش توقعها والله هاي صراحة يعني؟ آه بقول لك إيها بصراحة واتفاجأتوا؟ آه تفاجأنا فيه تفاجأنا بعبارة صندوقية موجودة بالله هذا ما كانش موجود مش عمخططاتنا مش نازل فهم بدي أضحك أنا أضحك يعني إذا تفاجأنا بكل هذا هذا سبب أنا ما مخبيش لك شي هذا هذا وقع واليوم المشروع مشي مشي إحنا جوازنا كل الخدمات وبنتوقع متى ينتهي آخر السنة إن شاء الله آخر السنة بنتهي نعم طيب تقاطع مرج الحمام نهاية العام والكفرين نهاية العام قبل نهاية العام قبل نهاية العام وبنحكي أيضا الطرق الفرعية باتجاه الجسر إلى الصيانة نعم سيتم صيانتها خلال هذا العام طيب عام الصيانة 50 جسر نعم شيك وعنا يعني معظم خلي نقول الشوارع الرئيسية في المملكة رح يكون لها نصيب من الصيانة من طريق عمان جراش طريق عمان جابر خلي نحكي بالطريق ومهم جدا طريق جسر الحقب إلى نعيمة هذا حقيقة أنه هو متهارك للشارع ورح يكون له المرحلة الأولى للصيانة السنة إن شاء الله مرصود له مخصصات وطرق أخرى وطرق الملوك يعني الشارع الملوكي في الجنوب معروف من الكرك للطفيلة للبترة طرق الأغوار الشمالية طريق جراش عجلون كل الطرق الرئيسية في المملكة رح يكون لها نصيب إن شاء الله من هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر